لما طمع أربعة من أمراء أو كبار أمراء الحاملة السليبية وهم بيلدوين دي برويج اسمه كده أمير الرعا جوسلين النائب بتاعه بوهايميند أمير أنتاكيا تانكرت النائب بتاع بوهايميند الأربعة دول قرروا أنهم يتحدوا في جيش واحد للهجوم على حران اشمعنا حران حران دي كان موقعها استراتيجي جدا لأنها كانت على خط المواصلات بين العراق وسوريا فأي دعم إسلامي من العراق للمسلمين في الشام كان بيعدي على حران دي ده أول حاجة تاني حاجة إنهم لو استولوا عليها فدي خطوة مهمة للإستلاء على الموصل وبعد الموصل بغداد وبغداد وما أدراه كما بغداد ده معناه إنه لو استولوا على بغداد كانت تبقى نصر للحملة السليبية يعادل الإستلاء على بيت المقدس بغداد كانت سروات ملهاش حصر وكانت دي كلها تروح للأمراء السليبية ده غير إنه سقوط حران كان هيسهل على أبوهايمند احتلال حلب وإنه يعمل مملكة أنتاكيا الكبرى في الشام بدل ما هي أمارة صغيرة كده وعشان أحلام السليبين كبيرة كان جيشهم برضو كبير جدا حوالي عشرين ألف مقاتل ودول أربع جيوش ده غير مشاركة كبار رجال الكنيسة في الرحى وأنتاكيا برضو طبعا في الغنائم هنا بقى حصرت حاجة غريبة بقالها كتير ما حصلتش المسلمين شعروا بخطر حصرت حاجة ندرة حاجة غريبة جدا وهي اتحاد بين الأعداء جاكرمش أمير الموصل ساكمان بن أرطق أمير حسن كيفا؟ دول بعثوا البعض رسائل إن احنا عايزين ننسى الخلافات ونتحد لا رغبة في الحفاظ على الملك ولا الصروة ولكن لله ولنصرة الإسلام